هناك من الناس عرفوا بأن يوم غد العيد تسحروا تلك الليلة وهم يعلمون بأن هذا هو هذه آخر الليلة والليلة واليوم القادم هو العيد يقول هو اليوم الأخير ما حكم ذلك أختي أمت الله ما يروى من إحياء ليلة العيد آخر ليلة من ليال رمضان إحياء ليلة العيد هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث الواردة في هذا لا تصح تدور ما بين الوضع وما بين الضعف الشديد ولذلك من الخطأ اعتقاد بعض الناس أن لليلة العيد خصوصية في إحيائها في إحيائها ولذلك الإنسان يصلي كما يصلي في الأيام العادية أما يتقصد ليلة العيد في الإحياء ويتسحر هذا غير الصحيح وما يذكر عن بعض الفقهة ذكر هذا بعض الفقهة لكنه لم يثبت فيه شيء وإلى البدعة أقرب أنه يقول الله يقوم آخر الليل تسحر تسحر لماذا؟ السحور لأجل الصيام ويوم العيد محرم صيام كيف تتسحر؟ فهذا خطأ بارك الله فيك ونبه الناس شكرا للمشاهدة